الخبر الأول اللي عدنا عن غيث مروان وموفلوكس وهي صارت مشكلة بيناتهم أولا فليصار أنه موفلوكس لغا الفولو من حساب غيث مروان بالإنستغرام ولكن غيث مروان إلا لان مشاء الفولو أو ما ليس على السبب فحسب ما الأغلب يقول ونبقى أنه غيث مروان وينارين بيديوهما أصدقاء ونارين بيديو حاليا متحكوا يوموفلوكس فصارت مشكلة ما دلصراحة كتبني أحبه بالكومتاج شون تقاعدكم هذا الموضوع حال مشكلة أولا الخبر الثالث اللي عدنا عن بيسان اسماعيل ومحمد جواني وهي راح يصورون إياه بعض مثل زمان أو لا فبعد ما محمد جواني قرر أنه يسافر إلى ألمانيا ونزل استورياته أنه هو من داخل ألمانيا وانتجرت الشاعر أنه بيسان وأنس الشايب حصارت مشكلة بيناتهم وبعدها بيسان تفاجأ الكل لما تنزل مقطعه على القناة بليتيوب أنه هي سافرت إلى ألمانيا وتركت أنس الشايب فالغلب قاعد يتوقع حلما يمكن أن يلتقون إياه بعض أو يمكن أن تصور مشاكل بيناتهم في ألمانيا هناك وقضايا ومحاكم مادر صراحة كتبوني بالكومتاج شاركوا بضع الخبر وهل تتمنون أن يرجعون ونصورون إياه بعض أو لا الخبر الثالث اللي عدنا على المتابعين وفضيحتهم النورستار النورستار نزلت على حسبها بالإنستجرام وهذا البوز اللي كان به هذه الصورة اللي يغلب لاحظوا أنه ملابسة كانت كل الشفافة بيها ويحظوا أنه كل تفاصل جسمها مبين بالغلب المتابعين صاروا يتهجمون عليه وطلبون تحذف الصورة خاصة النورستار أكبر يوتيوبر عربية تقريبا بيتملابس غير لائقة خاصة أنه عند هواي المتابعين أطفال يتابعوها ويغلب قاعد يقول النورستار اختلفت قابوله على حسة وصار تلبس بشكل ممحتشم مادر صراحة كتبوني بالكومنتات ستستعقل التهجم أو لا الخبر الرابع اللي عادنا عن عيدة وعيد ميلادها نورمان نزلت على سبب الإنستجرام شويت ستوريات اللي كانوية عايدة للصورية بالتيك توك وقاعد عايدها على عيد ميلاد وكاتبها كل عام تبخير فكل عام تبخير واخبار من اليون سنة يا رب وطبعا تسسوني حبايب أنو تباركوا لي بلكومنتات على عيد ميلاد الخبر الخامس اللي عادنا عن برهم المعرى ويتهجم على أنس وأصالة فبرهم نزل على سبب الإنستجرام شويت ستوريات وبهذا الستوريات كان معصوب بيها وللليش كل ما يسوي ردة فعل على أنس وأصالة ينطوا كوبي رايت وهو كان يريد سوى ردة فعل عليهم سوى مقطع جهزة ولكن طوع علي كوبي رايت راتكم الإنستجرام شوفوها يا باشا المرة الجاي بس أعمل فيديو ردة فعل على واحدة من أغاني قناة عائلة أنس وأصالة عملوا لي بلوك ماشي؟ خلص بشان أتربى أنا مو طبيعي طيب بتنزلوا غنية بتعملوا لك كوبي رايت ليش ليش يعني هذا الفيديو الثاني مرة بنزله الثاني مرة بيأكل كوبي رايت من ألفان طيب يا باشا يا طيب معلش ما بتكون حدا يعمل عليكم ردة فعل ولا إيش فهموني كيف الترتيب مشان ما أعود أعمل عليكم ردة فعل يعني وحيات الله الفيديو خالص من ساعتين النت عندي زبالي فوما هو زبالي بيستنى لبينما يرتفع على اليوتيوب بعدين بيأكل كوبي رايت متخيلين كمية العصبية يلي فيني الله مو طبيعي أنا طيب خليني راية كونك يوتيوبر ميم ما كنت تكون لما بدك تعمل غنية لا تعمل لك كوبي رايت أبوس أبوسك أنا أبوسك لا تعمل لها والله بتستفاد أنت غيرك يوتيوبر تاني بيعمل لك ردة فعل بتستفاد والله وحيات النه فكتبوني يا حبابيكم بتاع شوريكم بتاع جمبرهم المعراوي على النسوة صالح وبصوريكم صناعة المقطات من المقطات أجابكم لا تحطون لها أكثر في القناة أكو فإذا وقت منك القصص وبس مع السلامة